السلام عليكم جميعا بالفيديو السابق دخلنا سيزميك لود كومبينيشنز ضمن طريقة ضمن دايناميك بروسيدور ريس بونس سبكتروم راح اضطي اللينك بالدسكريبشن بهالفيديو راح نرجع للموضوع حكينا فيه قبل موضوع الارثوغونال افكتس فيه فيديو مختص بهالموضوع يلزمنا اعتبار الارثوغونال افكتس بالمبنى وكيف طريقة مختصرة حكينا بطريقة رؤوس اقلام عن تطبيق الارثوغونال افكتس على المبنى بحالة الستاتيك بروسيدور بهالفيديو سيكون شرح خطوة بخطوة كيف نطبق الارثوغونال افكتس بحالة الستاتيك بروسيدور من خلال الـ load combinations اذا نرجع لفيديو ارثوغونال افكتس نشوف شرح لهالنقط بالتفصيل نشوف من الكود انه بنصف بحالة اللي ناخد بعاني اعتبار الارثوغونال افكتس ناخد باتجاه الرئيسي 100% نجمع معه مرة ونطرح مرة 30% من اتجاه المتعامد عليه بحالة اتجاه الرئيسي x و y يعني ناخد مرة 100% من x و مرة 100% من y plus و minus نرجع نجمع مرة ونطرح مرة 30% من y بحالة الاتجاه الرئيسي x و من x بحالة اتجاه الرئيسي y بالكود الجديد بنصف انه فينا ناخد الاتجاه المتعامد او الاتجاه اللي رح ناخد منه 30% فينا ناخده بدون اكس انتريستي انا لانه بالكود اليو بي سي ما لقيته كثير واضحة العملية فراح ااخد بكل اتجاهات فاول نقطة عنا نحن اذا نتذكر بفيديو define load combinations هاله الموديل موديل static موديل مثل ما قلت بالفيديو السابق نعمل اثنين موديل موديل static و موديل dynamic هال موديل static نروح على define load patterns اذا نتذكر بالفيديو define load patterns بنشوف الايكيو رح فيك الافل define load patterns بنشوف الايكيو ضم حالات الاكس كلها اكس بدون اكس انتريستي مع بلاس اكس انتريستي اكس منس اكس انتريستي واي مع الاكس انتريستي اذا ما بدنا ناخد الاكس انتريستي بحالة 30% بنقسم load pattern لمعنى x بدون اكس انتريستي بعدين load pattern فيه x plus والمينس او لكل حالة load pattern خاص بنرجع بنجمعه بالload combinations بنرجع بنجمع y بدون اكس انتريستي y بنعمل load pattern y بدون اكس انتريستي منشيل التشيك عن هالنقاط بنرجع y مع اكس انتريستي plus بنرجع y مع اكس انتريستي منس انا راح اطبق راح اعمل load pattern في ال اكس ثلاثة حالة ال اكس وفي ال y ثلاثة حالة ال y فاول نقطة عدل اول load pattern اعمل اعمل modify بشيل y اوكي اعمل اي كيو اكس اعمل مثل ما شفنا اخذين بس الاكس ومثل ما قلت لانه انا راح اخذ الاكس انتريستي حتى بال 30% طبعا في اراء كثير اذا حدا من الاخوة عنده دليل واضح او رأي يكتب بالcomments اه لانه عدلت الاسم بال load patterns لازم عدل اسم بال load cases بروح define load cases بعدل الاسم اي كيو اكس اوكي اوكي برجع بروح على load patterns بعمل add new اي كيو واي بعمل add new modify ناخد بس حالة الاي كيو واي طلع معنا الاكس انتريستي 5% الت 0.02 من ال base للاخر 5.5 user define 0.25 0.25 والاي اوكي ومن سايف الشغل منروح على load combinations define load combinations راح امحي نحن فينا نعدل عليهم بس انا افضل راح امحي و راح اغير شوي بالاسماء load combinations نعمل delete الخاصين بالseismic loads نعمل save ونرجع على file اذا مننزع على section الخاص بالload combinations منشوف انه بالseismic loads اخترنا 6 load combinations محطوط عليهم نجمة حمراء يعني هم critical بوجهة نظري انا هستخدم نفس load combinations استخدمتهم بفيديو define load combinations واشرحنا كلها تفاصيل بالone point one والvertical component ما راح اعيدهم موجودين بفيديو define load combinations and F1 واسكرنا ليش مثلا ما راح ناخد plus ما راح ناخد المينس بهال load combination ما راح ناخد plus بهال load combination وهم اضربة بone point one هم ما راح اضربة مرة لا فشفنا نبقتها كيف عوضناها والEQ تعودت بس EH تعودت بس EQ مرة بلاس ومرة مينس شفنا ليش باقي load combinations ما اخدتهم طبعا فينا ندخلهم فانا راح اطبق نفس العملية بس هلا ما راح اشرح التفاصيل وما راح من يكتب يعني بالنوت اللي معي من يكتب load combinations اللي ما راح اخدهم فاذا منشوف اول load combination اللي ما راح اخد اول load combination اللي ما راح اخد وانا راح اضربها بone point one فما راح اخد المينس فأول load combination راح تطلع عنا load combinations ما اضربة بone point one فone point one ضرب one point two بلاس ما راح اخد مينس zero point five سي اي اي طالت معنا zero point one two five ضرب الدد الدد عنا هون حالتين دد ودد سوبر فعرفنا كيف دخلنا هالترم ننسخهم الف one لانه concrete zero point five مضروبة بone point one فطلعت zero point five five نشوفها بكل load combinations هذا بيضل عنا اي رو طبعا one شوفناها بيضل عنا ال ال اي اتش ال اخذ اي اتبار راح تكون اول مرة بلاس اي كيو اكس بلاس تلاتين بالمية طبعا مضروبة بone point one تلاتين بالمية اي كيو واي الجهة المتعمدة بحلتنا الاي كيو واي فهي اول load combination نفس load combination اللي حكينا فيها بلاس اي كيو اكس مضروبة بone point one بلاس تلاتين بالمية اي كيو واي مضروبة بone point one فبصير 0.33 اي كيو واي تاني load combination هتكون بلاس اي كيو اكس مينس 0.3 اي كيو واي يعني منحط نفس ال load combination بس صارت بلاس اي كيو اكس مضروبة بone point one ناقص تلاتين بالمية اي كيو واي ومضروبة بone point one بعدين ناخد نفس load combination بس الاكس مينس يعني بتصير نفس ال load combination مينس اي كيو اكس منشوفها هون زائد تلاتين بالمية واي منشوفها 0.33 مضروبة لان 1.1 اي كيو واي نرجع نفس load combination ناقص اي كيو اكس ناقص اي كيو اكس ناقص اي كيو اكس ناقص اي كيو اكس اي كيو واي بيضال عنا يعني نبدل هون اي كيو اكس منشوفها بهاللوات منشوفة بدلس اي كيو واي بلس بلس اي كيو واي اي كيو واي مضروبة ب 1.1 من شوفهون ما مننسى انه مدروبة ب1.1 مشان هيك 0.5 و هون 0.55 فطلعنا اول Load Combination من اندخلها بال E-Tabs اننا مغير شوي بطريقة تسمية Load Combination منروح على E-Tabs منروح على Define Load Combination Add New Combo فينا نعمل Copy to Name الفاكتور لل Dead مثل ما شايفين 1.1 نعمله Copy بس نحط نمح ال Space اللي اخدناها بالغلط نحط ضرب قبل 1.1 يطلع معنا الجواب فينا نعمل له Copy Add ثاني term Dead Super نختار Dead Super ثالث خون EQX نختار EQX مثل ما شايفين EQX و EQY بعض شوية عن بعد فينا نحن بكل بساطة نعمل Copy لفاكتور فينا نحن بكل بساطة نروح على Define Load Cases نختار EQY ونطلع على حد EQX نحط OK Define Load Combination نرجع منعرف Load Combination جديد الفاكتور لل Dead الفاكتور لل Dead Super ونطلع على حدث معدام مثل ما شايفين EQX نروح نصروا رابع بعض EQX 1.1 100% ضرب 1.1 لأنه مو كونكريت EQY 1.1 ضرب 0.3 30% فهو بتصير 0.63 وآخر نعمل 0.55 لل Live 0.55 نرجع نعمل Copy لل Name نعمل OK نعمل Add Copy هون بتصير Minus من شي بصير Minus Y ونحط قبل EQY بنحط Minus أوكي نعمل Copy بتصير Minus X و Plus Y نحط Minus قبل X بنعمل Copy لا بنعدل الاسم بنعمل Add Copy بتصير Minus X و Minus Y منحط Minus قبل X و Minus قبل Y نعمل نفس العملية بس 100% من Y و 30% من X سأسرع الفيديو نعمل من Loads Combinations Plus X Plus Y Plus X Minus Y Plus Y Plus X Plus Y Minus X Minus X Plus Y Minus X Minus X Minus Y Plus X Minus Y Minus X هم نعدل الاسم Plus X OK OK نروح على تاني Load Combination بالنسبة لتاني Load Combination مثل ما قلنا مرة سنطبقها بدون ما نضرب يعني ضربنا 1.0 يعني ما ضربنا 1.1 وتاني مرة رح نضرب 1.1 بتاني مجموعة بنفس Load Combination رح نطبق امرتين اول مرة اذا منشوف 0.9 نشوف 0.9 قلنا ما رح ناخد Plus وسكرنا ليش بفيديو Define Load Patterns رح ندل لعننا Minus 0.5 CAI شفنا جوابها ونحطها هون ضرب Dead لعننا اثنين Load Patterns تحت خونة Dead اللي Dead والDead Super ونطبق نفس الفاكتور للDead Super وبيضال لعننا Plus ومينس Rho 1 بيضال لعننا E H فهون لكل Load Combination نفس الفاكتور للDead والDead Super بيضال لعننا EQ نطبق نفس Orthogranal Effect نفس الطريقة اللي طبقناها للLoad Combination السابقة اتجاه الرئيسي مرة X مرة Y ونجمع اتجاه السنوي 30% واتجاه السنوي مرة X ومرة Y مع التبديل الإشارة ونذهب على E-Tabs Define Load Combination نعمل Copy لها name او رح حط فوق نعمل Add New Combo نعمل Copy للName اول Load Pattern Dead بيكون معنا 0.9 نقص 0.125 نفس الفاكتور للDead 0 كما شايفين 0.775 بعدين 100% من يعني 1 ضرب EQX نروح على EQX Add 30% من EQY 0.3 EQY بيكون حطينا اول Load Combination تاني Load Combination نفس العملية بس Minus Y رح طبق Load Combination بشكل سريع اول ما نقرب الماوس على Load Combination بيطلع عنا التفاصيل منشوف نعمل تشيك سريع عنا 8 Load Combination لازم يكون عنا 8 منشوف 100% EQX يعني بال Plus Plus 30% EQY 100% EQX ناقص 30% EQY 100% EQY زائد 30% EQX 100% EQY ناقص 30% EQX نجا نشوف ناقص 100% EQX زائد 30% EQY ناقص 100% زائد 30% EQY ناقص 100% EQX ناقص 30% EQY ناقص 100% EQY زائد 30% EQX ناقص 100% EQY ناقص 30% EQX ناقص نغطينا كل الحالات 3 Load Combination بالنسبة للتالت Load Combination هي نفس Load Combination اللي هلأ طبقناها بس مضروبة 1.1 يعني إذا بنعمل Add Copy ونضرب كل Terms 1.1 أول Load Combination تاني Load Combination نعملها Add Copy ونغير إشارات متل ما شايفين متل ما اشتغلنا بكل Load Combination ناقص وراح سرع الفيديو 1.2 مثل ما شايفين لل Load Combination 3.6 في لكل Load Combination Copy عنا بس مضروب كل الفاكتور ب1.1 يمكن دخلنا كل Load Combination الخاصين بالOrthogonal Effect بالStatic Procedure وهذا كل لها الفيديو ترجمة نانسي قنقر